ورجعين ان شاء الله لمجالاتنا اللي احنا تعودنا عليها نناقش فيها معاكم ونكلمكم فيها عن معاني واصول في الحياة هذه الاصول في الحياة نقدر بيها نعيش عيش سعيدة عيشة هنية عيشة مليانة فرح وسعادة ووسعى النهاردة زي ما كنا متعودين بنخصص النهاردة اليوم للكلام عن اصحاب السعادة من اصحاب السعادة المقبلين على الزواج او المقبلين على الزواج دايما نقول كده المقبلين على الزواج اللي هيدخلوا سنة أولى جواز او المقبلين على الزواج اللي هيدخلوا سنة أولى جواز او المقبلين على الزواج اللي هيدخلوا زواجهم ونكمل سلسلة مهارات الحياة الزوجية ايوة بسرعة كده احنا رجعنا تاني اه احنا بنعمل كده لأننا جاي ومشتاء أننا نرجع تاني إلى العمل اللي احنا بدأناه وإحنا بناخد من سلام شهر رمضان وبنعيش برضو في السلام اللي احنا كنا بنتعامل معها من مهارات الزواجية هتحقق لنا السلام في الحياة الزوجية مهارة النهاردة اللي احنا نتكلم عنها مهارة بتساعدنا على أن احنا نعيش في حياتنا الزوجية بسلام مهارة مهمة جدا جدا من حزمة المهارات المهمة جدا مهارة إيه؟ مهارة إدارة الأوقات الزوجية طيب احنا بديين بالمهارة دي بعد رمضان ليه؟ لأن احنا كنا مرتبين أوقاتنا صحيح نكم نحاسين بأن الأوقات مليئة بالعمل بس احنا قدرنا نرتب أوقاتنا وعشان كده حبينا نبتدي بمهارة إدارة الأوقات الزوجية لأن احنا المهارة دي تعتبر من أهم المهارات لبناء علاقة زوجية صحيحة ومتوازنة ومن المناسبة إدارة الوقت في الزواج إدارة الوقت بس مش بتكون في العمل بس إدارة الوقت بتكون في الحياة كلها وأكتر مكان إحنا من نحتاجين ندير الوقت فيه هو الزواج يعني إيه إدارة الوقت في الزواج يعني نخصص الوقت بشكل فعال للأنشطة والمسئوليات اليومية والمهام ومن إدارة الوقت كمان تحديد الأولويات وده بيساعد في تعزيز التواصل والتفاهم ما بين الزوجين وما بين كل أفراد الأسرة ويتحقق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية ومجزء من أجزاء إدارة الوقت أن أنت تخلي الوقت جيد اللي هم بيطلقوا عليه الكواليتي طايم الأزواج والزوجات كتير بيشتكوا من انشغال شريك حياته معانهم وغيابه فالزوج مثلا بيشتكي من أن زوجته بتكرس وقتها كله للبيت أو للأولاد أو للبيت والأولاد أو للبيت والأولاد والشغل ويقول أنت يا إما في المطبخ يا إما بتذكري للعيال يا إما في الشغل ونفس الحكاية مع الزوجة بتلاقي نفسها بتقول لزوجها أنت على طول في الشغل أو على القهوة مع صحابك وأنا والعيال مش بنشوفك وقربنا ننسى شكلك صحيح بيقولوا كده آه مش بس ننسى شكلك أنت كمان غاب دورك عن الأسر وده كل ورائي بقى وراء عدم حسن إدارة الأوقات الزوجية المشكلة دي جاية من أن الزوجين مش قادرين يحددوا أولوياتهم بشكل صحيح مش بس يحددوا أولوياتهم كمان يوزعوا المسؤوليات بشكل صحيح ومش قادرين يديروا وقتهم ما حدش قال إن الشغل على فكرة مش مهم أنا بتكلم دلوقتي بلسان الزوجات ولا إن العيال مش مسؤولية في البيت مهمة أنا بتكلم كده بلسان الأزواج أو الترفيه النفس مش مهم جاية تاني أتكلم بلسان الزوجات بس كمان لازم كل حاجة مهمة تاخد حقها المهم إن إحنا نعرف نحدد الوقت المناسب لكل حاجة ونقوم بأدوارنا بشكل صحيح إن من أخطاء الشائعة في تخطيط الوقت إن إحنا بنظن إن إحنا لازم نوزع الوقت بالتساوي بين المهام وده مش صحيح الصحيح إن إحنا نعطي لكل شيء حقه وما يحتاجه عشان يستقيم زي معلمنا حضرت النبي حضرت النبي قال إن النفسك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي لكل ذي حق حقا فكرة الحق مش هي فكرة بس توزيع الأنصبة مش كوتة هي لا ده إيه ده مناسبة ومعنى الحق الحاجة اللي تبين لك حقيقة وجمال الحاجة اللي أنت بتدي له حقها يعني تدي الحاجة حقها لغاية ما الأهل يطلعوا أفضل ما فيهم تدي العمل حقه لغاية ما العمل يطلع أفضل ما فيه تعطي للضيف أفضل ما فيه وقت مناسب لغاية ما الضيف يفرح ويسعد إنه هو زارك فحضرت النبي علمنا إنه لكل مجال في الحياة أهمية وحق وما ينفعش نمشي بعشوائية في علاقتنا بربنا ولا بنفسنا ولا بأهلنا ولا بأصدقائنا والدوائر محيطة بنا أنا حاسس كده زي ما الإمام الغزالي كان بيقول إنه لكل مهنة علم إحنا كمان لكل مجال من المجالات حياتنا مجال يحتاج إلى إدارة لأن كل دول إحنا مسؤولين عنهم فلازم نقوم بواجباتنا على أحسن وجه أحسن وجه يعني نطلع أحسن ما فيهم وأحسن ما فينا وأحسن وجه يعني إن الأوقات دي مهم بتكون مخصصة بأعلى جودة عايز تعرف أنت متزن ولا لا شوف الوقت اللي أنت بتديه جيد ولا لا أنا ليه بقول المفاهيم بلغاتها الإنجليزية عشان الناس تعرف إحنا بنتكلم في أنهي مجال من مجالات علم الإدارة ولا مجال من مجالات علم إدارة الزاد فلازم معنى إن انت بتدي الحاجة حقا يعني بتدي لها quality time في أعلى درجات الجودة إدارة الأوقات بتخلي إيه ده إدارة الأوقات بتخلينا إيه؟ بتخلينا راحين ناحية الاتزان ناحية إن احنا نحس إن احنا لدينا مدد من الله ترجمة نانسي قنقر